كان جميل المعشر مع أهله متلطفًا معهم فإذا دخل بيته يكون في مهنتهم وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رقيقٌ مع أولاده وأحفاده مكرمٌ لهم إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه وكان يضع الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه وخرج على صحابته وبنت ابنته أمامة على عاتقه فإذا ركف صلى بها فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها متفق عليه وصف عُثمان رضي الله عنه معاملته لصحابته فقال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير رواه أحمد ذاق من الحياة مُرَّها ولأواءها قالت عائشة رضي الله عنها دخلت عليَّ امرأةٌ ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرةٍ واحدة متفق عليه وربط على بطنه الحجر من الجوع قال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلُّ اليوم يتلوَّى ما يجِدُ من الدَّقَلِ أي تَمْرِ الرَّدِي ما يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَه رواه مسلم لاقى من المحن والشدائد أشقها نشأ يتيماً وأخرج من بلده وحوصر في الشعب ثلاث سنين واختفى في غار ومات له ستةٌ من الولد وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر وكان يقول أخفت في الله وما يخاف أحد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد ومع ما لاقاه من تلك المصائب وغيرها كان متفائلاً في حياته ويقول يعجبني الفأل والكلمة الحسنة متفق عليه أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله فكان يقول ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ففارق الحياة ولم يخلف شيئاً من حُطامها قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا شاتاً ولا بعيراً ولا أوصى بشيء وصفه علي رضي الله عنه بقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله